اه حصل مبارح ان المسيماني تكلم مع كهرباء او احد الصحفيين زمالنا احمد الخولي تكلم مع مسيماني وحصل في المؤتمر الصحفي نقاش وبالمناسبة نهاردة قبل التمرين تكلم مسيماني واتكلم كابتن سيد عبدالحفيز مع كهرباء والموضوع منتهي وكابتن سيد صرح بهذا الموضوع فيش اي مشكلة كهرباء يلعب او ما يلعبش دي مش بتاعت حد مش بتاعت حد بتاعت المدير الفني فقط وعدوا باللعب ما وعدوش باللعب كل واحد او كل مدير فني له طريقته وله اسلوبه وله مدرسته في تحفيز اللاعبين فحضرتك سايب كل الاخبار السلبية اللي على كل الاندية وبتتكلم على اخبار النادي الاهلي بس بس لا حضرتك اتكلم على بقية الاخبار اتكلم على كارتيرون واتكلم على بامبو واتكلم على الشرقية للدخان واتكلم على الإسماعيلي واتكلم على كل الاندية حقك ما بقولش اي حاجة ده المبدأ اللي انا حطيته في الاول حق كل واحد انه يتكلم زي ما هو عايز ولكن مش اي كلام مش كلام طالع تقوله وخلاص او طالع تقوله وخلاص لمجرد ان انا ما بحبش النادي الاهلي وفيه ناس معروفة بانتماءتها وميولها على الرغم من المفترض إن وجودك على الشاشة لو بتشتغل في قناة محايدة إن أنت تتكلم دائما بالحياة لكن أنا بشوف أخبار أصحى الصبحة فتح عيني على النادي الأهلي ومش عارف مين الناس مستقترع على النادي أعتقد كده الناس مستقترع على النادي الأهلي في ظل اللي بيحصل وانتخابات واللي بيحصل في الانتخابات وفي كل حتة بيحصل انتخابات في كل العالم الانتخابات بيبقى فيها شوية هزات لكن داخل النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي بيدعو الجميع أن يتواجد على شاشته ودي ما مش هتشوفوها كتير طبعا مش هتشوفوها خالص في حتة تانية أتمنى إن الجميع ينظر لهذه التجربة اللي شغالة من 1907 لغاية دلوقتي بالمناسبة ومش عيب إن حد يتعلم من النادي الأهلي تجربة إن انت الكل المترشحين على مجلس إدارة النادي الأهلي واللي تم اعتمادهم في مجلس الإدارة الأخير يكونوا موجودين على شاشة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي علشان يقولوا وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب اللي تعودنا فيه دايما اللي تعودنا عليه دايما من كل المرشحين دايما اللي موجودين في النادي الأهلي